بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية من يعاني من سوء الحظ وبأن فلان ليس عندها حظ أو نصيب من الخير أو فلان حظه عاثر دائما وابدا وليس له حظ طيب في حياته وهي قليلة التوفيق وهو قليل التوفيق في حياته أينما يتوجه لا يفلح وأينما تتوجه هي لحاجة لا تفلح أيضا ماذا تفعل أو ماذا يفعل قال النبي صلى الله عليه وآله من كان قليل التوفيق فليدمن قراءة سورة الشمس يوفقه الله أينما توجه أينما توجهت في أي حاجة سوء الحظ لن تراه بعد اليوم أبدا أنت كذلك سوء الحظ لن ترينه أبدا في حياتك بل تكونين وتكون من أهل التوفيقات الله سبحانه وتعالى يوفقك في كل ما تحب وفي كل ما تريد تريد هذه الحاجة الله يوفقها لك تطلبين أنت هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يوفقك للوصول إلى هذا الأمر أيا كان هذا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وآله من كان قليل التوفيق فليدمن قراءة سورة الشمس يوفقه الله أينما توجه كذلك فيها منافع كثيرة يكمل النبي صلى الله عليه وآله فيقول يستحب لمن يكون قليل الرزق والتوفيق كثير ماذا كثير الخسران والحسرات أن يدمن في قراءة سورة الشمس فلان كثير الحسرات وهي كذلك كثيرة الحسرات يعني بمعنى يتحسر على هذا الشيء لأنه لا يحصل عليه أو دائما يقول أنا في قلبي حسر لأني لم أصل إلى هذا الأمر هي تقول أنا في قلبي حسر لأنه لم يتحقق هذا الأمر فالإنسان الكثير الحسرات عليها أن يدمن من قراءة سورة الشمس الله سبحانه وتعالى بلسان نبيه المصطفى يقول يصيب فيها أي بسورة الشمس زيادة وتوفيقا فرجاء أن اجعل منها اسلوب حياة اذكرها في صلاتك في صلاة الفريضة أو بعد صلاة الفريضة يعني بعد كل صلاة فريضة وسوف تجد أن حياتك سوف تتغير تماما ببركة النبي صلى الله عليه وآله برنامج صباحات ولعية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام